لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط والضمأ الموجع يستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام وغيره فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما على الكافرين وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا لهت قلوبهم وأعرضت عنهم واتخذوه سخريا أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب واستعاضوا بذلك عن الدين القيم وغرتهم الحياة الدنيا أي بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها لذا قال فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا كأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا ليس أمامهم كأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء وما كانوا بآياتنا يجحدون والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته بل قد جئناهم بكتاب فصلنا أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم أي من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله على علم أي أن الله عز وجل أعلم بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب كلا معاذ الله بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد ويحصل لهم أيضا به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهه فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن هل ينظرون إلا تأويله أي وقوع ما أخبر به كما قال يوسف حين وقعت رؤيا هذا تأويل رؤياي من قبل أن تحققها يوم يأتي تأويله أي ما أخبر به القرآن يقول الذين نسوه من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد أي إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات وقت الرجوع إلى الدنيا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم مقصودهم به دفع ما حل بهم قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قد خسروا أنفسهم أي حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد إنما هذا خسران لا جبران لمصابه وظل عنهم ما كانوا يفترون أي في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به ويعيدهم به الشيطان قدموا على ما لم يكن لهم في حساب وتبين لهم باطلهم وظلالهم وصدق ما جاءتهم به الرسل نتعلم من هذه الآيات ما يكون من نداءات وحوارات بين أهل الجنة وأهل النار وهذا بلا شك فيه شدة الفرح لأهل الجنة إذا رأوا هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله وسخروا من دين الله عز وجل إذا رأوهم في العذاب تحقق موعود الله عز وجل فيهم كما تحقق لأهل الجنة أيضا وفيها بيان ما عليه أهل النار من العذاب الشديد والحال الأليم إذ يستغيثون يريدون أي شيء من الجنة من الماء أو الطعام ولكن هذا ليس لهم وإنما حرمه الله عز وجل عليهم ثم ذكرت الآيات مسوّغات هذا العذاب حتى نحذرها الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كحال بعض الناس حينما يجعل دينه اللهو واللعب وربما سخر من دين الله عز وجل واستهزأ وربما كان غير ذلك فأضاع دينه ولم يعد هو الهم وشغل بدنياه عن آخرته والعياذ بالله واغتر بالدنيا ولم يعمل للآخرة وفيها دليل لقاعدة الجزاء من جنس العمل فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وفيها أيضا أن القرآن فيه تفصيل كل شيء وهو هداية ورحمة لأهل الإيمان وليس على المؤمن إلا أن يحصل ما فيه من الخير والرحمة والهدى بأن يتعلمه ويعمل به وفيها كذلك صدق الرسل فيما أخبروا به وبالتالي ليس للمعرضين حجة وليس لهم شفعاء وليس هناك فرصة للعودة مرة أخرى للدنيا للعمل وإحسان العمل وفيها أخيرا أعظم الخسران خسران الآخرة خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون فأي خسران في الدنيا يمكن أن يعوض أما خسران الآخرة فهلاك الأبد وشقاء الأبد والعياذ بالله تعالى قلوا خولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ورزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين